موسيقى السادات والسادة مشاهدي قناة الحياة أسعد الله صباحكم وهناكم بكل صحة وعافية أهلا بكم في لقائكم الإسبوع المتجدد مع عيادة الجهاز الهضمي والكبد وزي دايما ما بنبدأ حلقاتنا بالترحب بحضراتكم وبنقول دايما أن احنا بيسرنا جدا اتصالاتكم الهاتفية من داخل ومن خارج جمهورية مصر العربية سواء في موضوعات تتعلق بالجهاز الهضمي والكبد أو بموضوعات أخرى تتعلق بالصحة العامة لأن احنا دايما بنقول أن هدفنا الأول والأخير هو زيادة وعي وتسخيف المواطن المصري والمواطن العربي بصفة عامة ودايما بيسعدني جدا اتصالات الأخوة من خارج جمهورية مصر العربية وبيسعدني أكتر لما بسمع تعليقاتهم أن احنا الحمد لله نجحنا في أن احنا نوقز يعني شعلة بسيطة جدا في زيادة الوعي الصحي والتسخيف الصحي النهاردة عايز أتكلم عن موضوع مهم جدا يمكن أغلبنا نسمع عنه والبعض قد لا يسمع عنه مرض من الأمراض الفيروسية اللي بتصيب جلد الإنسان ويتشابه مع العديد من الأمراض الكثيرة جدا يمكن الموسم بتاع نقلة دخلة الخريف ما بين الخريف والشتاء موسم ليه بمعنى إيه إن الأمراض لها مواسم خاصة الأمراض الفيروسية في نقلة الخريف إلى الشتاء اللي احنا فيها دي بيظهر عندنا مرض اسمه الحزام الناري ما هو الحزام؟ ولماذا سميه بالناري؟ الحزام الناري مرض فيروسي الفيروس اللي بيسببه هو نفس الفيروس اللي بيسبب مرض الجديري المائي عند الأطفال أعتقد أني مفيش أم تقريبا بتتفرج علينا دلوقتي اللي هي عرفة الجديري المائي وغالبا طفل أو أكتر من أطفالها عدى بهذا المرض الجديري المائي عبارة عن مرض فيروسي بيخش العدوى بتاعته عن طريق منطقة الحلق بينتشر فيه الجسم بيعمل الأول أعراض شبيهة بالإنفلوانزة مع التهاب في الحلق وبعد كده بيعمل كحة بسيطة وبعدين بيتشخص المرض مع بداية ظهور الطفح الجلدي الطفح الجلدي بتاع الجديري المائي عبارة عن بصور فيها مادة سائلة شبه الميا ومن هنا جاء اسمه الغالبية العزمة من الأطفال بين سن الثلاثة إلى العشر سنوات بيبدأ على هيئة أعراض احتقانية في الحلق أعراض شبيهة بالإنفلوانزة وكحة وسعال وبعدين يبدأ يظهر الطفح الطفح بتاعه عبارة عن بصور بتنتشر على منطقة الوجهة وبتنتشر على منطقة الجزع وأحيانا في الأطراف في الإيدين وفي الرجلين وبيتميز أن البصور بتاعته جواها سائل شبه الميا عشان كده يسموه الجديري المائي بيبقى معاه حكة جلدية خفيفة وبيبقى معاه ارتفاع طفيف في درجات الحرارة أول ما بيظهر الطفح بيبدأ الحرارة تنخفض شوية وبيندي للطفل مضادات حيوية لو فيه ارتفاع في درجة الحرارة أكتر من 38 درجة أو فيه أعراض للتهاب بكتيري بنتديله مخفضات للحرارة بنتديله مضادات للهستامين عشان الحكة وبنتديله كريمات وسأساء موضعية عشان البصور اللي بتبقى موجودة على الجلد دي بتبقى بتعمل حساسية جديدة جدا وغالبا بيخف الجدير المائي في غضون 3 إلى 7 أيام دون أن يترك أي مضاعفات لكن أخطر مضاعفة ليه هو أنه ممكن يصيب الجهاز التنفسي ويسبب التهاب شعبي رئوي الجديري المائي عند الأطفال كفيروس ممكن يكمن في البقرة العصبية الخلفية للنخاع الشوكي وينشط فيما بعد عند سن البلوغ أو مع التقدم في العمر ويظهر على هيئة مرض اسمه الهيربس زوستر أو الجديري الحزام الناري الحزام الناري فيروس بينشط نتيجة فقدان المناعة لأي سبب من الأسباب تقلبات الجو الترابات هرمونية الناس بياخد كورتزون أو الناس اللي بياخدوا مصبتات للمناعة أو الناس اللي بياخدوا مضادات حيوية كتير بتوطي المناعة بتاعتهم أو مرضى السكري أو المرضى المصابين بالسرطان أو المرضى اللي بياخدوا علاجات للسرطان مصبتة للمناعة أو المرضى اللي بياخدوا مصبتات للمناعة لأي سبب زي مرضى الزئب الحمراء ومرضى الروماتويد وخلافهم بيزدق هذا الفيروس في الانتشار وبينتشر منين بينتشر من خلال البؤر العصبية عشان كده قبل ما بيظهر الطفح بتاعه بيظهر على هيئة ألم ممكن يصيب إيه ممكن يصيب أي منطقة في جسم الإنسان يعني ممكن يصيب منطقة العصب الوجهي فييجي بألم حوالين العينين أو ألم في منطقة هنا الخد ممكن ييجي على هيئة ألم في منطقة الكتف ممكن ييجي على هيئة ألم تحت القبط أشهرهم الألم اللي بيجي في الضلوع من وراء القدام وبيقى ممحزم العين من وراء القدام وساعات الألم ده يبقى ماشي مع العصب الوركي فيجي لك المريد يقول لك حاسس بصاروخ نار وبتنميل ماشي في رجليه جاي من ظهري ومسمع في رجليه أول ما يظهر الطفح الجلدي بيظهر على هيئة بصور محمرة وبرده بيبقى جواها سائل أحمر بعد شوية البصور دي بتنطفي ويظهر مكانها قشور هذه القشور بتسقط بعد شوية ممكن تسيب نقطة بنية مكانها تستمر لمدة أسبوع أو عشر تيام مع ظهور الطفح بيبدأ الألم يقل لكن بعد اختفاء الطفح الجلدي تمام بيظل أحيانا الألم وده أخطر شيء في الحزام الناري يبقى لما بنشخص الحزام الناري يجب الالتفات إلى إن إحنا وإحنا بنعالج المريض نقوله إن أخطر شيء إنه ممكن يفضل الألم بتاع الحزام الناري مستمر بعد ما القشور والبصور بتاعته بتختفي خلاص بعد ما بنعالج الحزام الناري بنستمر في العلاج بتاع التهاب الأعصاب لفترة تتفاوت بين ثلاثة إلى ستة أشهر علشان ما يحصلش التهاب عصبي مزمن في الأطراف بعد كده طيب خطورة الحزام الناري إيه؟ أولا إنه هو ممكن يتلغبط مع أمراض كتيرة جدا يعني أنا لا أنسى مريض جالي مرة بيشتكي من وجع شديد جدا في منطقة الصدر واتهم بإن ده احتمال يكون قصور في الشريان التاجي لدرجة إنه دخل الرعاية المركزة وبنبص على ظهر المريض لقينا الطفح بتاع الحزام الناري جاي من وراء لقدام وطلع بعد كده إن ده ما هواش قصور في الشريان التاجي ولا ألم الشريان التاجي ده اتضح إن دوان إيه؟ مجرد حزام ناري بدأ في الظهور أحيانا الوجع بيبقى فيه أعلى البطن وساعات يتلغبط مع التهابات حد ده في المرارة أو في الكبد أحيانا العصب الوركي بيصاب فيجي لنا يتشخص المريض الأول على إنه غضروف أو ديسك أو حاجة كده أو التهاب في العصب الوركي ويطلع بعد كده إن ده حزام ناري يبقى أول حاجة إن الحزام الناري ممكن يتلغبط مع أمراض تانية ده نمرة واحدة نمرة اتنين أخطر ما فيه إنه يتساب العلاج بتاعه لدرجة إنه هو يسيب مكانه أثر بيسموه بوست هيربيتيك نيورالجيا وبيسيب معاكانه ألم قد يستمر إلى أشهر طويلة وأحيانا إلى سنوات لو أهمل العلاج بتاعه في المراحل المبكرة الوقاية خيرون من العلاج الرسالة اللي عايزة بلغها النهاردة لأن الحزام الناري لازم نهتم بتشخيصه لازم نهتم بعلاجه ويا ريت ناخد الوقاية منه طب الوقاية منه إزاي؟ الوقاية منه طبعا بإن إحنا عدم مخلطة المرضى وخلافه لكن الأهم هو التطعيم التطعيم ضد الحزام الناري أو ضد الشينجلز موجود في الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات طب مين اللي هم بيحتاجوا التطعيم؟ مرضى اللي عندهم نقص في المناعة لأي سبب مرضى السكر مرضى السرطان المرضى اللي بياخدوا كورتيزونات المرضى اللي بياخدوا أدوية مصبتة للمناعة لأي سبب من الأزواب زي الزئبة الحمراء والروماتويد المرضى الكبار في السن دول بنحب انطعامهم ضد الشينجلز أو ضد الحزام الناري عشان ما صايبوهوش به معنا فيلم صغير حيلخص لنا كل اللي احنا قلناه تقريبا في حوالي ديئتين هنا أو الحزام الناري عبارة عن طفح جلدي بيظهر على الجلد الحزام الناري هو عبارة عن الجدير المائي اللي بيجي في الأطفال الحزام الناري عبارة عن فيروس بيمشي أو ماشي مع الأطراف العصبية اللي ماشي في الجسم بيصيب أي منطقة في الجسم وبيظهر على هيئة بصور على منطقة الجلد أحيانا الحقنة العصبية اللي موجودة هنا دي مناطق الأعصاب اللي ممكن يصيبها الحزام الناري سواء في العصب الأطراف العلوية أو السفلية من أسبابه الناس اللي بيستخدموا مضادات حيوية كثيرة أو الناس اللي عندهم بياخدوا كورتزونات أو أدوية مضادة للسرطان أو أدوية مصبتة للمناعة أشهر الأعراض أنه بيظهر على هيئة الأول حكة جلدية ثم ألم ثم طفح جلدي بتاخد الأعراض دي من يوم إلى 15 يوم إلى أن تظهر الطفح الجلدي على البداية الطفح الجلدي بقى والأعراض هنا بتتفاوت ممكن يجي على أن يتألم في البطن ألم في منطقة الرقبة ألم في منطقة العين في أي منطقة بيظهر فيها الطفح بيظهر قبليه ألم شديد جدا طيب العدوى ممكن الشخص المصاب يعدي الآخرين سواء الأطفال أو البالغين والعدوى قد تنتقل أيضا من الطفل المصاب بالجدير المائي إلى البالغ بيعدي أبوه العلاج هنا بيعتمد على ثلاث أنواع من العقاقير أدوية مضادة للفيروس وأدوية مضادة للحساسية لأنه بمعها حكة جلدية وأدوية مضادة للالتهاب الأدوية المضادة للفيروسات ده هو الشهير أو اللي هو الإيه سايكلوفير وده بيقضي على الفيروس تماما اللي ماشي في الدم أو في البصور الأدوية المضادة للالتهاب وقد نلجأ إلى الكورتزون أحيانا إذا كان الألم شديد والأدوية المسكنة وأحيانا ممكن استخدام الكمادات البردة العلاج ممكن نستخدم كريمات موضعية محتوية على الإيه سايكلوفير لأن الأشور دي بيبقى فيها الفيروس طبعا الوقاية إن إحنا نحمي نفسنا من المصاب من الرزاز بتاعه التطعيم مهم جدا أرجوكم افتكروا التطعيم وأخيرا أخذ المشورة الطبية والعلاج منعا للمضاعفات اللي ممكن يسببها الحزام الناري تمام؟ يبقى الحزام الناري الرسالة اللي عايزين بلغها النهاردة ثلاث حاجات مهمة جدا واحد إنه ممكن يطلخبط مع أمراض مشابهة ليه خاصة قبل ظهور الطفح اتنين لازم إن إحنا نستمر في علاج المريض لفترة كافية لحين تمام الشفاء وخلي بالكم الأشور اللي بتبقى موجودة مكانه دي ما نحبش إن إحنا نشيلها بأيدينا الأشور دي بيبقى فيها الفيروس عشان كده بحط عليها كريم في الإيه سايكلوفير المضاد للفيروس ونسيب الأشور تقع لوحدها أخطر ما في الحزام الناري لو أصاب منطقة الإيه؟ الوجه لأنه ممكن أو يصيب العين تمام؟ ويسبب قرحة في القرانية فخطر أوي إن أنا حط مثلا إيدي على البصور وبعدين حطها على القرانية خلاص؟ وأهم الرسالة بعد كده بنقولها إن يجب الاهتمام بالتطعيم والوقاية ضد مرض الحزام الناري خاصة مرضى السكري أو المرضى اللي بياخدوا أدوية مصبتة للمناعة أو المرضى اللي عندهم فقدان للمناعة لأي سبب الأسباب أو كبار السن تمام؟ طيب من الحاجات اللي عايزين تكلم عنها النهاردة برضو التشحم الكبدي من الأمراض اللي بدأت يعني أنا شخصيا بعتبرها وباء بعد وباء فيروس C ألا وهو انتشار الكبد الدهني أو تشحم الكبد بصورة كبيرة جدا بين الأطفال والبالغين وكبار السن في مصر كتير قوي من الأطفال بيجولي وبيعانوا من ارتفاع طفيف في إنزيمات الكبد ونعمل موجات فوق صوتية نكتشف بعد كده أن عندهم تشحم على الكبد أو تدخن على الكبد للأسف الأطباء بيوجهوا رسالة خاطئة للأمهات والأباء والمرضى ويقولوا ده شوية دهون على الكبد كلمة شوية دهون على الكبد بتخلي الناس تستهطر بهذا المرض الوباء القادم يا سادة بعد إن شاء الله ما نقضي على فيروس C اللعين هو وباء التشحم الكبد وبيمثل خطورة كبيرة جدا على أكباد المصريين خاصة الأطفال معانا الأستاذ حسين فضل الأستاذ حسين أهلا منك والله يا فندي ما كنت تكلمت حضرتك قبل كده بخصوص أختي كانت عملية الزايدة والدكتور قعد معها ثلاث ساعات لحضرك فاكر أيوة فحضرك ودلقتي حصلت مضاعفات لها وكان فيه غلط ساحجة في العملية عملت وحصل صديد والصديد ده وكل من جدار المعدة والدكتور ثمه ممشي فالطرر إن إحنا أخذوا عربية الزايد لحد الأصل الفرنسوي والدكتور اضطر إن هو يعمل لها أشعة مقطعية عشان يعرف فيه إيه من جوه صديد ده كله يعني كان صديد جميل جدا فاكتشف إن فيه حاجات في العملية عموله خلاص يعني مثلا فيه طبقة من جدار البط بيتخيط بخيط يدوب هو عمله خطة عادي ما بيضوبش أيه فالدكتور كمان اضطر إن هو يستحلها فتح ثاني من عند الصرر لحد تحت أيه ويعمل لها درنقة عشان الصديد ده كله يتحل تمام فدلوقتي كمان هي حاسة بوجع أسفل آآ استدر كده من أحية الهمين طبعا يعني هم تقدرش يتقوم تيجي تقوم مسلا تحس إن هي كنها يروحها بطيط لعمل المهم أخبارها إيه دلوقتي أيه دلوقتي يعني الحمد اللي أحسن من أول شوية بس هو يعني الدكتور شوهلها بطناء بأمين يعني يعني كش نعمل والله بص يا أستاذ حسين حارب يا بلاش استخدام الألفاظ الصعبة دي شوهلها بطناء الأول الدكتور هي دخلت بالتهاب في الزايدة والتهاب الزايدة عمل حوالي التهاب في البريطون وانتشر هذا الالتهاب في غشاء البطن يعني الغشاء اللي هو مبطن للبطن كلها اسمه الغشاء البريطوني هذا الغشاء لما بيلتهب ها بينز مية وأحيانا ينز هي صديد فالله حصل مع أختك يا أستاذ حسين أن التهاب في الزايدة حصل معه التهاب في البريطون وواضح أن التهاب البريطون ده كان شديد جدا مالي البطن كلها وتم نقلها من المستشفى وأفتكر أنا قلت لك ما صحتك قلت لك يا ريت تكلمني بعد الهوى على طول أو أن حركت نقلها إلى أحد المستشفىات الجامعية تم نقلها إلى المستشفى القصر العيني تمام وتولوا الأمر هناك الحل الوحيد للتهاب البريطون ده هو أننا دلاتي ده خراج الخراج حلو إيه؟ إن أنا أحط حاجة وطلع الصديد اللي فيه وإلا الصديد ده هيمثل بقرة صديدية في الجسم وهيتلوس الدم وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة جدا تمام؟ وبالتالي الناس مشكورين حطولها درنقة درنقة دي يعني مصفى عشان تطلع الصديد من برة طبعا عمل استكشاف الجراح ما هيعمل إيه؟ النهاردة هو مش عارف الصديد ده جاي منين؟ فعمل عملية استكشاف عملية الاستكشاف دي غالبا بيشق البطن بالطول عشان يقدر يفتح جدار البريطون والبطن ده كله وينظف البريطون كويس ويطلع الصديد هيبقى ما نقولش قصو شوه لها بطنة ما هو لو هذا الإجراء ما كانش اتاخد كانت المريضة دي ممكن تبقى يعني فيه مشكلة أكبر من كده بكتير خلاص؟ المهم الحمد لله هي طلع الصديد برة مع المضادات الحقيقية طبعا التهاب البريطون ده هيظل البريطون ده واخد من تحت الحجاب الحاجز إلى منطقة الحوض كل المنطقة دي متبطلة من جوه بهذا البريطون فمن الوارد جدا أنها تحس بشوية ألم شوية واجع شوية دفايان وسخونية ساعات لما تاخد نفسها يزيد الألم ده شوية معلش كل دي مضاعفات مقبولة جدا أن احنا نتحمل المهم في الطب حاجتين نتجافاهم الجهل والإهمال يعني غير مسموح الجهل زي حكاية أنه هو نوع من الخيط استخدم نوع آخر ده نوع من أنواع الجهل غير مقبول أو الإهمال أن احنا لما نشوف المريض محتاج إلى رعاية طبية معينة جدا حتى أكبر من طقتنا أو أكبر من إمكانياتنا ما فيش مانع أبدا أن احنا يبقى عندنا ثقافة الساكند أوبينيون أو الرأي التاني معانا أميرة أهلا 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 بك يا أميرة أهلا بك الدكتور سلام عليكم سلام ورحمة الله أنا عندي ابني عنده 16 سنة أيها من سنة تقريبا كان بيشرب شاي وفجأة الحنجرة بتاعته قفلت وما كانش عارف ياخد النفس أيها وكده للحنجرة آآ جات له تاني أول مبارح وكانت شديدة جدا أيها وبعدين وديته لدكتور مبارح فقال لي إن هو ما عندهش حاجة في الحنجرة هو زي ما يعني زي ما قاله إن الجهتين في الحنجرة بيتقفلوا يعني بيحصل له تقلص في الشعب الهوائية؟ لأ هو ما فيش أي حاجة في التدفع أمال إيه؟ هو شافه يعني حاجة زي منظر ده خله حاجة زي منظر وفيعه كويس وشاف ديه على الجهاز قال إنه هو ما فيش حاجة بس هو عنده إذا ما تقول بيحصل إنقباط في الحنجرة فبتقفل بتقطع النفس خالص كمام فما بقاش عارف ياخد نفسه بيبقى وبيسرخ يا دكتور وزي ما تقول بيحاول يفتخ بوقه كأنه هيسلك يعني زوره بإيده كده أي وبعدين بتروح بعدها بشوي كمام فمش عارفة إيه سببها إيه إيه دكتور فات أنت حرك روحتي روحتي لطبيب متخص في الأنف والأذن والحنجرة أيوة تمام وقالك إنه ده تقلص بيحصل في العضلات المحيطة بالحنجرة أيوة تمام حضرتك بقى وهو نايم بالليل بيشرق؟ لا يعني هو الاحتمال الورد هنا كمان الارتجاع الحمضي من المعدة إلى المريء ام ارتجاع الحمض من المعدة إلى المريء فأنا أنصح حرك إنه يعمل منذار على المعدة لشان إذا كان فيه ارتجاع يتم علاج الأتنين أنا عايز أقول لكم إن فيه أعراض أحياناً بتبقى غير تقليدية للارتجاع يعني ارتجاع الحمض من المعدة إلى المريء ساعات يجي على هيئة سعال مزمن يعني يجي لي مريض يقولك أنا بكوح على طول وسعال جاف ويطلع دم الارتجاع وأحياناً يظهر على هيئة ربو شعبي يقولك عندي حساسية صدرية وما بتتحسنش كتير قوي وعشان كده النهاردة زميلنا بتاع الصدرية أي مريض عنده ربو شعبي تمام؟ بيعالج يعني بطريقة موازية بيعالجه بطريقة موازية لأدوية مضادة للارتجاع الحمضي خلاص؟ أحياناً ارتجاع الحمض من المعدة إلى المريء يظهر على هيئة تقلص في منطقة الحلق يجي يقولك حاجة أفشاني هنا أو بيحصلوا تقلصات في منطقة الحنجرة بتقطع النفس ده برضو عرض من أعراض الارتجاع أحياناً الارتجاع الحمضي المعدة بيجي على هيئة تسوس في الأسنان يجي يقولك سناني مسوسة على طول ويطلع بعد كده ارتجاع أحياناً بتظهر على هيئة رائحة فم كريهة يقولك بيحة فمي مش حلوة دايماً وتطلع من الارتجاع فكل دي عوارض غير تقليدية الارتجاع أعتقد أنه بالإضافة إلى تقلص الحنجرة اللي بيحصل له أو تقلص الشعب اللي بيحصل له ممكن بيعنده ارتجاع حمضي من المعدة إلى المريء هيعمل منذار ولو ثبت هذا الارتجاع هياخد علاجات معينة ليه مع نظام غذائي معين إذا كان وزنه زيادة يخففه ما يكلش وينام بالليل على طول وإن شاء الله تقل له هذه النوبات بقدر الإمكان مع أنا هناء صباح الخير يا هناء صباح الخير يا دكتور أهلا بك يا فانت الله يبارك في عمرك وفتحيتك يا رب تخذني الله يبارك لك بص يا دكتور الأمر لله أنا مريضة رموطايد بقى لي خمستاشر أو ستتاشر تانا أيوة وبعدين عندي رموطايد ناشط وعمل عمليات في مفاصل رجلي كتير وما بقدرش أمشي على رجلي ولا أف تمام وبعدين تعبانة بمعدتي عندي المعدة والقولون التهاب أنا عملة إشاعة مم وبعدين رحت للدكتور عملت الإشاعة قال لي عندك أنا شايلة الرحم عندك كيس على المبيض وعندك التهاب في القولون والتهاب في المعدة وعندي كمان دهون على الكبد متضخم عندك سكر لا أنا بابا الله يرحمه كان عنده سكر أنت عندك كم سنة هنا عندك كم سنة أنا أنا كان إبني لازي يوم خمسة مبارح أول مبارح كل سنة وأنت طيبة خمسين الله يخليك ويبرك فيك ويحفظك أنا عندي خمسين سنة لسه تماهم يعني ماشي فيهم أوليليا هناء أنت عملت عملتي تحليل وظائف الغدة الدرقية لا والله يا دكتور صوت حضرتك متغير ولا ده طبيعي لا أنا صوتش بيتغير يعني صوتش بيتغير أوقات يبقى يعني يتخيل عن كده وهو صوتش في الطبع صغير وشكلي أنا أصغر من سني طيب حاضر في خشونة في الجلد شعرك بيقع أو أي حاجة آه آه ده أنا بأخذ الميسوتريكسات أيوة وبأخذ إلاج رمطويد كامل كامل متكامل يعني بتعدي يا هناء بتعدي كورتزون آه ده أنا ماشي عليه كينة كورت آه حبايا كل يوم حاضر حاضر يا هناء عناي آه هناء عندها رمطويد نشط عايز أقول جملة غاية في الأهمية للناس رسالة واضحة وصريحة يا جماعة مرض الرمطويد ما هوش مرض بيصيب المفاصل بس يعني كتير قوي من الناس يقولك رمطويد يعني عضمه مفاصل لا مرض الرمطويد مرض من أمراض المناعة الزاتية يعني إيه يعني الجسم منعته بتهاجم نفسه خلاص فبيكون أجسام مضادة للأنسجة بتاعته فبيهاجم الجلد يهاجم العين يعني ممكن مريض الرمطويد يجلنا ما عندوش مشكلة في المفاصل لكن عندو جفاف في العين جفاف في الفم مشاكل في الغضة الدرقية آلام والتهابات في العضلات طبعا أشهر حاجة ليه التهابات في المفاصل الرمطويد قد يصيب عضلة القلب قد يصيب الرأتين بالتلايف قد يصيب الكابت بالتهاب كابت منعي مزمن قد يصيب القولون بالتهابات مزمنة وتقرحات في القولون يبقى إذن مرض الرمطويد مرض يصيب كافة أعضاء جسم الإنسان وبالتالي ما نقدرش نقول أنه هنا عندها رمطويد وعندها كبد دهني وعندها التهاب في القولون وعندها معدتها لا هو كله مرض واحد هي عندها رمطويد طبعا أدوية الرمطويد لأنها أدوية أولا زي الميسوتريكسيت ده بيقلل المناعة زائد أنه هو ممكن يزود إنزيمات الكبد خلاص يبقى ده لوحده ممكن يكون سبب فيه ألم المعدة الكورتزون اللي بياخده مريض الرمطويد بيسبب ألم في المعدة دهون الكبد ممكن تبقى عرض من أعراض الرمطويد في حد ذاته أو زيادة الوزن أو السكر أو فيروس سي وأحيانا يبقى مع الرمطويد فيروس سي ومعه ألم في المفاصل برضه يبقى يا ستة هناء لازم تتعالجي كلك على بعضك أولا غالبا المشاكل اللي في معدتك وفي قولونك دي من الأعراض الجانبية للأدوية اللي أنت بتاخديها يبقى لازم تاخدي دواء يحمي المعدة بقدر الإمكان لو وزنك زيادة لازم تخسسي وزنك أنا سامع وحاسس أن التون بتاع صوت حضرتك مونوتون شوية وده ممكن ممكن من خلال سماع صوت حضرتك أقول إن احتمال فيه مشكلة في الغدد الدرقية فأرجوك تعملي تحليل وظايف الغدد الدرقية ما تنسوش قياس نسبة فيتامين دال في الدم بالنسبة لمرض الرمطويد لأن نشاط الرمطويد بيتناسب عكسيا مع نقص فيتامين دال يعني كل ما فيتامين دال يبقى ناقص في دم مريض الرمطويد كل ما المرض بيبقى أكثر إيه نشاطا خلاص؟ يبقى حضرتك هتعملي عد دم هتعملي وظايف كبد هتعملي وظايف كلا هتعملي قياس فيتامين دال في الدم ياريت نعمل فيروس سي لو ما كنتيش عملتيه في الدم وياريت نعمل وظايف غدد درقية وبناء على المنظومة دي كلها يتم علاج حضرتك هنطلع فاصل ونواصل مع حضراتكم حديثنا عن كلامنا النهاردة في الجزء الأولاني عن الحزام الناري وبدينا الكلام عن تشحم الكبد أو تدحن الكبد هنكمل بعد الفاصل كلامنا عن تشحم الكبد عند الأطفال معنا سيد سعيد صباح الخير يا سعيد صباح الخير أهلا بيك يا سيد سعيد تفضل ازاي سعيدك أهلا بيك يا حبيبي تفضل الحقيقة أنا عندي 75 سنة أيوة وقت وقت يا سيد سعيد وقت التلفزيون اسمعني من التلفون آه قفلته خالصاً حاضر طيب تفضل أسيد سعيد 15 سنة جالي انسداد في القولون أهلا بيكوة وعملت عملية وأطع جزء منه وأخذ الجزء المسجود ده تحلل أهلا بيكوة في اليمين ما بيقفلش أيوة نصور نعم نصور السقف المكسوح مفتوح على الجلد من برا أيوة تمام وعمل لي عملية خياطة مرتين وعملية تدبيس مرة تالتة وبيفتح برضك الخرم ده بيفتح تمام المهمة قالوا لي فيه دواء نزل للكورون بيجيز حوقا وحضرتك من حوق اه انا فهم حارك بتكلم عن ايه وحضرتك اين مشاكل بتاعتك يا أستاذ سعيد دلوقتي المشاكل انا مركب كيس بقال لي 15 سنة والسقب اللي بتجرب كيس كولوستومي كولوستومي أيوة حاضر والسقب اللي هو النصور ده تعبني جدا مش عارف ايه الحل وبعدين سن كبير فتحبتك توصيني بايه حاضر اجاوب حضرتك اولا الدواء اللي بيتكلموا عنه بخاص بالكورونز ده مش دواء جديد ولا حاجة يعني احنا مرض الكورونز احنا فردنا له حلقات قبل كده والتقرح القولون الكورونز مرض من امراض المناعة الزاتية اللي برضو بيصيب الجهاز الهضمي ممكن من الفم الى الشرج خلاص ومن مضاعفاته انه ممكن يعمل نصور نصور يعني ايه يعمل فتحة من الامعاء او من القولون تبقى فتحة لبرة وتجيب افراز والحقيقة ان من اسخف النواسير او النصور هو نصور الكورونز عشان كده جراحين كتير قوي ما يحبوش يمد قودهم عليه عشان كده لما قال لي عملت له عملية والتانية قبل ما يجاوب ما يكمل قلت له فتح تاني لان نصور الكورونز من الصعب انه يلتقم شوية الدواء الجديد اللي احنا هو مش جديد ولا حاجة دواء بيولوجي دواء بيتاخد في الوريد على هيئة ثلاث جرعات حسب وزن المريض الجرعة الواحدة ممكن تبقى امبولين او تلاتة الحقنة الواحدة بحوالي تلاتة اربعة تلاف جنيه بس ده مش بيتاخد لهذه الحالات المستقرة والساسعية يعني بيتاخد لو فيه نشاط لمرض الكورونز يعني فيه اسهال مثلا مزمن فيه حرارة مستمرة فيه فقدان للشهية جديد جدا فيه فقدان شديد للوزن وخلافه لكن طالما ان الامور مستقرة ورسي الامر على ان حضرتك استقصلت جزء من قولون وعملية كولوستوم يعني تغيير مجرى للبراز هنا الدواء ده مش هيفيد حضرتك ولا اي حاجة خالص تمام حضرتك حتتعايش مع هذا الكيس اللي هو ما حاول للك منه مجرى البراز خلاص تبقى لك 15 سنة عليه تقدر تتعايش معاه النصور برضو نقدر من خلال غيارات موضعية وما اعتقدش انه هيقفل انه غالبا عمل تراك يعني عمل قناة ومن الصعب انه يقفل بعد هذا الزمن لكن الدواء الجديد اذا كنت بسألني على دواء العلاج البيولوجي ما اعتقدش انه هيفيد حضرتك يعني اولا مكلف جدا ثانيا ما فيهوش استفادة في حالة حضرتك معانا فوزية صباح الخير استفاوزي صباح الموز اهلا بيك يا فندي متفضلي عامل ايه الحمد لله رب العالمين ما عايز اسأل حضرتك يا دكتور انا عندي انتفاق دايما في بطني ايوه وعندي تبا تكرر على طول يعني جامد كده غازات معا عندي غازات زيادة في البطن اه بس جامده اوش حضرتك عندي سكر لا ما عنديش سكر حضرتك عندي امساك او اسهال عندي ضغط عندي اه امساك بسموز من على طول باخد مليم دي على طول يا دكتور حضرتك اه بمركبة اسنان او تركيبات في الاسنان لا 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 ما عنديش الحاجات دي اه اه حضرتك ميالة اكتر لانك تاكلي علوه طب حاول الكلمين استفاوزية او انا فهمت انت عايزة ايبصوا موضوع الانتفاخ والغازات الطبيعي ان جهازنا الهضمي فيه غازات وفيه هوا لان احنا بنبلع هوا يعني انا وانا بكلم كل دي انا ببلع هوا وجهازنا الهضمي مليان هوا خلاص يبقى فيه جزء من الهوا احنا بنبلعه وفيه جزء من الهوا اللي في الجهاز الهضمي بتكونه البكتيريا التخمر يعني فيه بكتيريا في الجهاز الهضمي بتكون غازات بطريقتها وفيه جزء بقى بنضيفه احنا كمان من خلال الاكل صح؟ يعني المعروف ان الفول العتس الحمص البقوليات بصفة عمال عتس بجبة ما البقوليات بتسبب انتفاخ وغازات ليه لان جزء من شغلها ان فيها مواد دايساكرايدز او السكريات الثنائية التي لا تهضم وبالتالي بتظل فترة في المعدة وفي الامعاء وفي القولون فبيكون حواليها بيشتغل عليها بكتيريا بتقامل وبيكون غازات كتيرة خلاص يبقى البقوليات التوم البصل الكرومب الارنبيت البروكلي كل دي حاجات فيها مادة الكابريت والكابريت بيسبب انتفاخ وغازات السكريات خاصة السكريات الايه الاحادية يعني الناس اللي بتحلل الشاي ب3 اربع معالق ويشرب له 3 اربع كبايات شاي في اليوم مؤكد عنده اختمارات وعنده انتفاخات الناس اللي ما بتمضخش الاكل كويس حاطت تركيبة سنان او سنان وبيزة ما بيمضخش كويس بيكون غازات الناس اللي بتدخن او الناس اللي بتشرب شيشة بيبلع هوا يبقى اذا موضوع الانتفاخ والغازات ده موضوع يتعلق باسلوب الحياة اكتر منه موضوع مرضي نشوف احنا بنعمل ايه غلط من الحاجات دي كلها ونعالج الانتفاخ والغازات بصورة جاية معانا هنا صباح الخير يا هنا ايوا دكتور معلش بديتي بس انا بتكلم بالنيابة عنها اتفضل حبيب هي بيجي لانتفاخ على طول النكتور وامساك حاضر انا لسه كنت بجاوب دلوقتي عن موضوع الانتفاخ حاضر يا استهانا برضو موضوع الانتفاخ والامساك هنا بقى فيه اضفنا حاجة للايه لسبب من اسباب الامساك المزمن عدم الافراغ الجيد يعني مفهوم الامساك هو قلة عدد مرات التبرز عن 3 مرات اسبوعيا يعني اللي بيتبرز اقل من 3 مرات في الاسبوع ده عنده امساك او خروج براز يابس براز جاف نازل براز جاف في كده بيبقى معاه صعوبة في الاخراج بتاعه يضطر المريض انه يقعد ايه يحزق علشان يطلع هذا الكتلة البرازة خلاص او عدم الشعور بالارتياح بعد الخروج من عملية التغوط او التبرز ده تعريف الامساك فالنهاردة الناس اللي ما بيتفرغش كويس بانتظام بيتظل الكتلة البرازية مختزنة لفترة اطول شوية من الطبيعي في المستقيم او في القولون فبتشتغل عليها بكتيريا التحلل او بكتيريا التخمر وبتكون غزان يبقى هنا علاجنا علاج ايه؟ علاج الامساك علاج الامساك ايه؟ مضغ الطعام جيدا الاهتمام بشرب كمية لا تقل عن اتناشر كباية مية في اليوم بنقول مية يبقى مية يعني بنقولش مياه غزية وشاي وقاة لا مية الاكثار من تناول بعض الاطعمة المزلق زي الكوسة زي مثلا منقوع الاراسيا زي منقوع التين كل ده بيساعد على الاخراج اللبن الرايب والزبادي احيانا بيساعد بعض الناس على التبرز الجيد واللجوء الى الملينات تحت الاشراف الطب المتخصص موضوع الملينات ده موضوع كبير اوي فردنا حلقات كتيرة للامساك وقلنا ان الملينات ده علم كبير اوي لا يجب انه يصرف كده على علاته اي حد معدي على الصيدالي يقوله النبي ايه؟ خد لك قرص ملين على الماشي يبقى علاج الامساك هو الاصل هنا في علاج حالة الانتفاخ والتخمر اللي عند مدام هنا معانا مدام ايمان صباح الخير صباح النور ازقي دكتور دكتور بعد ايضا كان عندي سؤالين بسرعة كده اول سؤال عني انا برضو فترة نفس الشكوى كده بتجشق كتير في غازات كتير انتفاخ على طول يعني حتى لو مثلا شربت دايما انتعودها كبات شيء اخضر الصبح على ريء يعني الاقي وراها على طول تجشق كتير جدا يعني مش مرتبط معي باكل او غير اكل المهم رحت من فترة لدكتور دكتور كبير يعني داني بنتازة بنتازة او كذا نوع يعني ليه قال لي فيه مكروب اخدته فترة اربعة شهر وبعدين اخدته اخدت سبازمو دايجستين مش مهم الاسامي مش مهم الاسامي مع واضح مع واضح العك باين من اوله اه فيه لي يا ايمان طيب الست ايمان عندها تجشق عندها غازات كتيرة وبيجي لها شوية اسهال الباشد ده دواء بنتازح ده الاسم التجاري الاسم العلمي ليه ميسالزين هذا الدواء بيستخدم في علاج التقرح القولوني او مرض الكورونز ازاي اللي كان بيتكلم عنه اه حد من شوية دولة مرض الكورونز فمش اي بقى مريض معدي عنده شوية اسهال او مديره بنتازة او مثلزين او سلزبيرين انا بقولي الاسامي عشان الناس تبقى عارفة او صالو فالك لا الادوية دي ادوية مشتقات من الاسبرين ومشتقات من الصلفة وليها جرعات وليها اثار جانبية وليها متابعة وليها دواعي استخدام لا تستخدم الا لما اعمل بقى منظار ويثبت ان فيه تقرحات في القولون واخد عينات وابعتها المعمل الباتسولوجي ويقولون ده ألسرف كولايتس او كرومس ديسيز لكن مش كل حد معدي عنده شوية اسهال اديله هذه الادوية فدي اول حاجة نمرة اتنين موضوع ايمان تجشق كتير غازات كتيرة نوبات من الاسهال المتقطعة نمشي معها زي الكتالوج ما بيقول واحد طريقة اكلك ايه تبعدي عن الفول والعدس والحمص وحاجة اتنين ممكن قوي نوبات الاسهال دي تكون ناتجة عن تحسس الجلوتن يا جماعة احنا بقينا منقعين في جلوتن الجلوتن ده موجود في القامحة وفي مخبوزات القامحة وفي الشفان وفي الشعير اللي مشروباته بقيت مالية البلد وفي المأكلات اللي هي الاسناكس التصبيرة الحاجات الجاهزة دي المخبوزات الجاهزة اللي الناس قعدتا كلها في الشوارع ليل ونار مليانة جلوتن والجلوتن ده بوص قولون الناس يعني لهم انتفاخ يعني لهم غازات يعني لهم اسهال خلاص ممكن الاسهال ده يكون نتيجة بكتيريا او 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 طفيل اعرفوا من خلال ايه تحليل للبراز تلات عينات للبراز على تلات ايام متتالية مش ندي الدنيا عامل على البطال وخد يا جدع دوة والكلام ده كله مش مظبوط ما كايتش وزارة الصحة المصرية ونقبت الاطباء هتضع ضوابط للممارسة الطبية مظبوطة هيبقى يعني عندنا مشاكل جاملة جدا فارجوك يا ايمان انك تتبع اللي انا قلته ده على اقل حبيبتي هتعمل عد دم هتعمل تحليل براز تلات ايام متتالية هتعمل وظايف كبت تمام وتمتنعي عن اكل الحاجات اللي بتسببلك تخمر زي الفول والعدس والحمص والكلام ده وارجوك ابعدي شوية عن المخبوزات اللي فيها امح والشفان والشعير بمناسبة في ايمان قالت حاجة في حد على التلفون ما عليش بسدقوني لحظة ان انا بشرب شاي اخضر كل يوم انا كنت عايز انهي بيها الحلقة النهاردة الموضوع ده تقرير طبي من الاف دي ايه من منظمة الغذاء والدواء الامريكية صدر اول مبارح بيحذر من الاسراف من تناول الشاي الاخضر لانه قد يسبب الضرف والتلل لخلايا الكب اكتر من ثلاث كبيات شاي اخضر في اليوم يسبب الضرف والضرر للكبد يبقى الافندية اللي بيطلعوا يقولوا اي كلام اشرب خمس كبايات وست كبايات شاي اخضر كل يوم عشان تخس ها يبطلوا كلام ويخليهم ابتو ديت يقروا يوم بيومه دي دراسة طلعت من المعهد القومي الامريكي تمام واكد العلماء فيه ان الاكثار والاسراف من تناول الشاي الاخضر يسبب التلف والضرر للكبد فارجوكم بلاشي المبالغة نشرب كبايات كمان احنا الشاي الاخضر ده بنبوص مفعوله عارفين ليه عارفين ايه هو الشاي الاخضر الشاي الاخضر هو ورقة الشاي الخضرة اللي فيها الكاتيشينز لسه بحلوتها ولسه بقوتها ما تعرضش لعملية اكساد عشان يتحاول الى الشاي اصمر وبالتالي الورقة بتبقى بكر ما تعرضتش لتسخين بنجي احنا بقى للأسف ناخد الشاي الاخضر ده نغليه بوصت مضادات الاكسادة اللي فيه وبنضيف عليه سكر ها علشان نزود التخمر فالشاي الاخضر بيتشرب ليه مقاييس معاه اولا انه ما يتغليش يتحط في ميا ما بين الفترة الى الدافية ما تحطش في ميا مغلية خالص ونشرب كباية او اتنين بحد اقصى وما هوش السحر كما يدعي البعض يعني لقي على النت شركات بتوزع وناس بتضل للناس بيقولك الشاي الاخضر علاج للسرطان لا فيش حاجة اسمها علاج للسرطان ربنا ما خلقش علاج واحد للسرطان خلاص ما ينفعش اه الشاي الاخضر مضاد للأكسادة يساعد على تنظيف القولون يساعد على تنظيف الجهاز الهضمي يساعد لكنه ليس الحل الامثل للعلاج من السرطان وإلا إلا هيكتشف كده ده من المؤكد انه هياخد جهازة نوبل معانا معانا اسماء انا هاسفة اسماء اذا كنت طولت شوية معلش لا عادي يا دكتور اتفضل انا ابني عنده اربع سنين ايوان جاله دور برد جديد جدا خد حقان وادوية كتير وظهر فجأة عنده فتئ ارابي لأنه هو عصبي جدا يعني اه فدكتور الجراحة شك وقال انه هو احتمال يكون ضغط البطن عالي عملت اشعاعات وتحاليل تاني فسجأت انه هو قاله فيه تضخم في الكبد تضخم قد ايه اتنين سنت ما ده اربع سنوات ايوة بالضبط فيه علاقة ما بين عمر الطفل وحجم الكبد هم قالوا فيه يعني فترة نمو فما قلقش فانا حاليا خايف اعمل العملية جدا ليه طالما فيه تضخم فانا خايف على قدر الله يحصل مضعفات لا حبيبتي حاضر اربع سنوات فيه علاقة عشان كده لما بلاش حكاية اجهزة الصنار اللي في عيادات ده كثرة البطنة ارجوك لما تبع عايز تعمل صنار ابعته لمركز اشعة متخصص خلاص فيه علاقة ها ومعادلة ما بين السن وحجم الكبد وما بين حجم الجسم على فكرة وحجم الكبد يعني طفل عنده اربع سنوات الطبيعة ان الكبد بتاعه بيبقى اكبر من الطبيعة سنة صغيرة تمام تبقى لسنه ولو الطفل ده عنده شوية انيميا او مقصة حديث تلاقي الكبد بتاعه اكبر من الطبيعة المهم الفايصل هنا ايه هتعملي انزيمات كبد وعايزة تطميني اكتر ان التضخم ده مش بسبب مرض اعملي فيروس بي وفيروس سي لكن اذا ثبت ان الفتء القربي ده بيسبب له خطورة او الجراح شايف انه ممكن يعمل خطورة او انه يتخني لا اقدر الله اعملي العملية وما تخفيش خالص على الاطلاق خلاص يبقى ده موضوع الكبد وحجمه وعلاقته في الاطفال نقيس عد الدم متأكد ان الطفل ده ما عندوش انيميا نقيس انزيمات الكبد نقيس نسبة الحديد نقيس مخزن الحديد نعمل بالمرة فيروسات البي والسي شان نتطمن ان الكبد دو ما هواش كبير نتيجة حاجة اخرى طيب من الحاجات اللي كنت بتكلم عنها قبل الفاصل الا وهو تشحم الكبد عند الاطفال تشحم الكبد عند الاطفال هو الوباء الكبدي القادم في بلدنا فاحذروه مجودات الدولة ومجودات العلماء الحمد لله توصلت الى ان احنا خلاص بمخالب قوية بدينا نقفش فيروس سي والحمد لله عقار السوفالدي وما يتبع السوفالدي اربع او خمس ادوية ان شاء الله ستظهر في العالم قريبا نسب الشفاء فيها عالية ففيروس سي هم مقل لكن همنا دلوقتي تشحم الكبد عند الاطفال اكتر من اربعين في المية من الاطفال اللي اجليت عليهم دراسات في المدارس الابتدائية بيعانوا من تشحم ودهون على الكبد وللأسف الامهات والاباء وبعض الاطباء بيهونوا من هذا الموضوع ويقولوا للست ده الواد عنده شوية دهون عكبت شوية الدهون العكبت ده جاية منين جاية من الام وهي حامل يبقى لازم الامهات تهتم بغزاها لان غزا الام الحامل هينعكس على كبد الطفل ده لما يكبر كل ما الام اكل الدهون مشبعة كتير وكل ما وزنها بقى زيادة اوي اثناء الحامل كل ما الجنين والطفل فيما بعد اكثر عرضة للاصابة بيه الكبد الدهون الام اللي حامل وعندها سكر والام اللي حامل وعندها زيادة في الوزن دي هتنزل جنين وطفل عنده تشحم كبد الامهات اللي ما بيها هتموش بالرضاعة الطبيعية وبيضل للاطفال رضاعة صناعية وقلبان صناعية بتخليه اكثر عرضة للاصابة بتشحم الكبد كارثة اعطاء الاطفال المسكنات ومخفضات الحرارة دون وعي سواء من الام او من الطبيب المسكنات مشكلة تسبب ضرر لكبد الاطفال خاصة التشحم مكسبات اللون والطعم الملبسات الملونة والاكل الملونة ومشروبات الشعير والكلام ده كله كل دي دهون بتتراكم على كبد الاطفال خطورة كبد الاطفال التشحم كبد الاطفال ايه اولا ان هيترك لي طفل عنده اعاقة زهنية لان التشحم فيه علاقة ما بين تشحم الكبد ودرجة الاعاقة وعدم القدرة على التعلم والبلادة في الفصل ثم الاصابة فيما بعد مع الامد الطويل بتلايفات والتهابات كبدية مزمنة هتخليه بعد كده مشروع لمريد كبد مزمن مش عايزين نخش في متهاد ارجوكم اهتموا بصحة اكباد الاطفال واهتموا بالوباء القادم الذي يصيب اكباد الاطفال في مصر وفي العالم العربي الا وهو تشحم الكبد عند الاطفال سعيدة جدا بالقاء حضراتكم والقاكم على خير الاسبوع القادم ان شاء الله وحلقة متجددة مع عيادة جهاز الهضمي والكامل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة